سلام عليكم ازيكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير نهاردة ان شاء الله في الفيديو بتاعنا اخترت اعمل معاكم الدانت طبعا كلنا عارفين الدانت وبنحبه جدا وخاصة الاطفال موجود متوفر في سوبر ماركت بيت بيع طبعا بنكهات مختلفة وبقى طعم مختلفة بيبقى طعم جميل الكله بيحبه بس مشكلته طبعا المواد الحفظة كمان معظم المصانع بتبقى ضيفة مكونات طعم ولون وريحة ما بتبقاش ضيفة طبعا او حطة لمكونات الحقيقية ده طبعا علشان المكسب السريع وعلشان الحاجة تبقى جودتها عالية جدا ونستفضل عن حاجة البيت لكن النهاردة احنا ان شاء الله هنعمله بمكونات بسيطة جدا موجودة في كل بيت كمان هتكون كريمي جدا جدا مش هتفريقها عن الدانة الجهزة خالص يلا بينا نشوف المكونات وطرقة التحضير نبتدي نشتغل على طول ونقول معانا كيلو لبن هنضيف عليه معلقتين نشا 4 معالق دقيق وحوالي نص كبات سكر او 3 اربع كبات سكر ده على حسب طبعا المزوق هندوب كله كده على البارد هنقلبهم كويس جدا قبل ما نرفعهم على النار مش هتفريق معانا كمان اللبن نوع اللبن سواء معلب او لبن جايبين من عند اللبن مش هيفرق معي نوع ابدا دوبتها كويس قوي هبتدي بقى ارفع المهلبية على النار على النار هادية طبعا مع التقليب المستمر حفظة لقلب لحد ما المهلبية تربط معي ولازم يبقى مضرب سلكي طبعا كأني كده بعمل بشامل بالضبط علشان ما تتكتلش عايز اقول حاجة كمان لو انت جايب اللبن من عند اللبن مش شرط تغليه قبل ما تبتديش تغلي فيه لان احنا طبعا بنقلب ههو تقليب على النار هادية فاللبن هيغلي معانا كويس جدا ولو فيه اي بكتري حيروح خالص كده هنبتجي نجيف بقى معلقتين الزبدة الزبدة هتخليها غنية وتجيها اللمعة بتاعت الدانة الجهزة وبعدين هنجيف على طول النقطتين فانيليا كده احنا جهزنا اساس المهلبية يعني كده انا جهزت المهلبية بدون اي اطعم انا هاخد شوية بقى في بولة هحطهم كده على جنب علشان اجهز منهم المهلبية اللي هي هتبقى بتعم الفانيليا هاديف ليها اضافة كده هتخليها اه يعني زي الجهزة هتخليها دانة جهزة مش هتحسي باي فر الشوية اللي فاضلين معايا في الحل على النار دول انا هعملهم طعم شوكولاتة هاديف ليهم حوالي معلقتين كاكاو خام كاكاو خام اللي هو بدون سكر يكون نوع حلو كده تكوني متعودة بتشتغلي به وبعدين كمان اه لو عندك قطع شوكولاتة خام حطي ما عندي كيش انا كان عندي شوكولة شيبس حطيت حوالي ربع كوباية كل ده هيخلي طعمها غني جدا هيخليها شوكولاتة صفية خالص وطعمها مقبول جدا نيجي بقى اللي بتعم الفانيليا اه انا ممكن اكتفي بها كده لكن انا عايزة خليها غنية اكتر مغزية اكتر هادف لها معلقتين كريم شانتي وبالمضرب الكهرباء هبتدي اخفق لمدة دقتين لحد ما تتميسك وتتدخل لو لاحظت انها تقلت شوية هحط لها معلقتين لبن هنزل الجوانب بسباتيولا شايفين كريمي ونعمة ازاي مش هتاخد وقت خالص كده بقت جاهزة معايا تمام ابتدي بقى اغرفها في اطباق صغيرة او في كاسات اه على فكرة لو حطتها فعلا بدانة تودتها لأولادك مش هيحسوا ان دي انت عاملها في البيت ابدا طعمها لذيذ جدا جدا غنية وطعمها رائع اه انا ممكن طبعا اغرف الابيض لوحده اللي هو بتعمل فانيليا اه والشوكولة لوحده ممكن اعمل برضو ميكس بين اللونين انا هغرف فعلا اطباق كده اطباق كده على حسب بقى الرغبة وعلى حسب كل واحد بيحب ايه وتزينيها طبعا الجهزة مش بتتزين ولا حاجة لكن انت في البيت عايزة تبقى غنية اكتر لو عندك مكسرات دفلها عندك شوكولة شيبس عندك فرمص الملون اه اي حاجة تحبي بقى التزين ده يعني على حسب رغبتك وعلى حسب الحاجة وتوفيرها عندك احنا طبعا النهاردة عملناها باللونين او بنكيتين الشوكولة والفانيليا ممكن جدا نعملها بقى بنكهات تانية زي الفراولة الموز اه جميع انواع الفواكه ممكن نعمل بها اه خلص خلصنا شايفين شكلها رائع ازاي هناخد كمان معلقة ولا معلقتين كده نشوفها قد ايه كريمي شايفين كريمي وجميلة جدا ازاي لو عملتها كده هتغيري فكرتك تماما عن المهلبية المهلبية العادية اللي كنا بنعملها زمان بمجرد بس لبن وشوية نشا كده ما بتبقاش حلوة الحقيقة بتبقى كده يعني غلبانة جدا تختم انها مع علاقات بسيط لقى هنزلت مية اه طعمها وقاومها مش حلو مش قد كده ما كانوش الولاد بيحبوها لكن جربيها بالطريقة دي اضافة الدقيق واضافة الزبدة عليها هتخليها اكتر من رائعة كده خلاص خلصنا اتمنى يكون الفيديو عجبك اتنسوش بقى اللايك والشير واشتراك في القناة فعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل حاجة جديدة انزلها اشافكوا على خير في وصفات احلى سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة